السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم ياسين من قناة Learn Spanish with ياسين في الحلقة الأولى من دورة تعلم اللغة الإسبانية للمبتدئين من الصفر للإحتراف طبعاً ما تنسوا تشاركوا في القناة هنا على اليوتيوب والديروجيم وتبرتاجوا الفيديو باش نستمروا في العطاء أكتر ونبدأوا الحلقة دي اليوم هذه الحلقة مخصصة للمبتدئين فقط الذين لا يعرفون أكتر من كلمة أولى أو كتال لهذا إذا كان مستواك في اللغة متوسط فانتظر حتى الحلقة رقم عشر ثم ابدأ بمتابعة الدرس اليوم ستتعلم في هذا الدرس La Presentation La Presentation بطريقة سهلة ومبتكرة أول شيء علينا تعلمه في بداية تعلم أي لغة هو الدمائر الشخصية Pronombres personales de suchito وهي على الشكل التالي Joe تعني أنا Tu تعني أنت أو أنت El تعني هو Eya تعني هي Usted تعني أنت أو أنت لكن بصفة رسمية ونستعملها مع أناس نحترمهم أو في الأماكن الرسمية نصوتروس تعني نحن للمذكر نصوترس نحن للمؤنت بصوتروس أنتم بصوترس أنتنا إيوس هم إياس هن أسترس أنتم أو أنتنا بصفة رسمية كما ذكرنا سابقاً بعد الضمائر يأتي الفعل مثلاً في اللغة العربية نقول أنا أكل في الإسبانية نفس الشيء نقول جو كومو أنت تتكلم بالإسبانية نقول تو أبلس لكن هناك فعلين في اللغة الإسبانية وهما من أهم الأفعال التي عليك أن تفهمها جيداً إنهم الفعل سير وإستار وعندما نقوم بترجمتهم للعربية مع الضمائر الشخصية التي ذكرناها يختلف الأمر بعد الشيء أولاً معناهما في اللغة العربية هو كان أو يكون أو الكينونة أي أن لهم نفس المعنى في اللغة العربية لكن في اللغة الإسبانية فهما فعلين أيضاً الإشكال الثاني الذي قد يواجهك هو عندما نريد ترجمة جملة ما من الإسبانية تحتوي على أحد هذين الفعلين إلى العربية فنحن لا نقوم بكتابتهما مثلاً الفعل سير في الإسبانية نقول جو سوي أنا أكون تو إرس أنت تكون أو أنت تكوني ال اس هو يكون إيا اس هي تكون أستاذ اس أنت تكون أو أنت تكوني بصفة رسمية لأقول أنا ياسين بالإسبانية سأقول جو سوي ياسين لاحظ أن في العربية لم نقوم بكتابة ترجمة سوي لكن هي في الأصل أنا أكون ياسين وبما أننا في العربية لا نقول أكون فنحدفها لكن يبقى معناها أيضاً في الإسبانية يمكننا أن نحدف الضمائر الشخصية ونكتفي فقط بالفعل أي عكس اللغة العربية في عوض أن أقول جو سوي ياسين يمكنني أن أقول فقط سوي ياسين يبقى نفس المعنى لكن لا يمكننا أن نحدف الفعل ونكتفي بالضمير فقط مثلاً جو ياسين فهذا خطأ هناك فعل آخر في اللغة الإسبانية يستعمل في التعريف بنفسك وهو الفعل يامارسي يامارسي نقول جو ميامو أنا اسمي تو تياماس أنت اسمك أو أنت اسمك إيل سياما هو اسمه إيا سياما هي اسمها أستاذ سياما أنت اسمك أو أنت اسمك بصفة رسمية شاهد معي هذا الحوار أطفل أع復 يسمى ياسين وقت زين تيته تنا عليكم أطفل أنا أطفل كما أطفل لا عندما نريد أن نسأل في اللغة الإسبانية فنحن نكتب علامة الاستفهام مقلوبة في بداية الجملة وغير مقلوبة في نهاية الجملة مثلا تصبح في اللغة العربية هل أنت يسين؟ أبلاس عربي هل تتكلم العربية؟ إذا كان الجواب بلا فنحن نقول نو نو أبلا عربي نو أبلا عربي إذا كان الجواب نعم فنحن نقول سي أبلا عربي نستخدم إغريغا عندما نريد أن نقول و مثلا يسين إي إغريغا تقرأ إي في الإسبانية دائما تقرأ إي يسين إي خوان يسين و خوان نستخدم أو عندما نريد أن نقول أو مثلا مروقي أو إسبانيول مغربي أو إسباني مغربي أو إسباني نستخدم عندما نريد أن نقول لكن مثلا أنا مغربي لكن لا أتكلم العربية قم بترجمة هذه الجمل الأربعة في خانة التعليق ومن سيقوم بعمل ترجمة صحيحة 100% سيكون هو الفائز أو الفائزون والجائزة هي عبارة عن صفحة واحدة فيها ملخص هذا الدرس سأقوم بإرسالها لهم وسأعلن أسماءهم في الحلقة القادمة الجملة الأولى سارة هي المرويكس أو إسبانية السارة هي المرويكس أو إسبانيا الشملة الأولى أنا في Pixel وكان يسينто وifik unfolding منظلم أنا في المرويكس الشملة الأولى هذه هي وسارة هذا هو إسبانيول هذه سارة هذا هو سائل الشملة الأسرى Se habla árabe, pero no es marroquí. شاهد معي هذه الحوارات. Buenos días. Me llamo Yasin. Yo soy Sara. Encantada. Encantado. Hola. Soy Laura. Soy Yasin. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Soy Yasin. Soy Laura. ¿Qué tal? Mira. Este es Adam. Es marroquí. Ah. ¿Cómo Sara? Sí, sí. Perdona. ¿Eres Laura? Perdona. ¿Eres Laura? No. Soy Sara. ¿Eres española? No. No soy española. Soy marroquína. No. No soy española. Soy marroquína. No. No soy española. Soy marroquína. El hívar el múvali. ¿Yumkin annaقولlo? ¿Bitariqa rasmía o bitariqa rasmía? Perdona. ¿Cómo te llamas? Perdona. ¿Cómo te llamas? Soy Laura. Soy Laura. ¿Eres española? ¿Eres española? Sí. Soy española. ¿Y tú? Soy Yasin. Soy argilino. Soy Yasin. Soy argilino. ¿Bitariqa rasmía o bitariqa rasmía o bitariqa rasmía? Perdona. ¿Cómo se llama? Perdona. ¿Cómo se llama? Soy Laura. ¿Usted es española? ¿Usted es española? Sí. Soy española. ¿Y usted? Soy Yasin. Soy argilino. Soy Yasin. Soy argilino. ¿Cómo se llama? الناس على شخصا ما من اين انت نقول دي دون دي ارس دي دون دي ارس او دي دون دي اس دي دون دي اس بطريقة الرسمية اولا جو سوي ياسين دي اسبانيا يوستد دون دي اس قم باجابتي على هذا السؤال في خانة التعليق ونلتقي في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة